أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن المباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفضي تضمنت تبادل الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين خلال مؤتمر صحفين مشترك مع نظيره الأردني أشار عبد العاطي أن المباحثات عكست تضابقا كاملا في الرؤى حول كيفية التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها الحرب الغاشمة على قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية علاوة على العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق والتصايد الذي ترتب عليه مثلت المباحثات اليوم مع أخي العزيز وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية فرصة جدة لتأكيد محورية العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والأردن دولة وشعبا وذلك تحت رعاية كل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني حيث أكدنا على ضرورة تكثيف وتيرة التعاون الثنائي بمجالاتها المختلفة بين البلدين وتفعيل كافة مجالات التعاون المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة والتي استضافت القاهرة دورتها الثانية والثلاثين في مايو 2024 عباو الشرين